أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة في القاهرة والجيزة نقطة وطريقة التقديم كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة في القاهرة والجيزة لطلاب الشعبتين الأدبية والعالمي تلصف الثالث لثنوي بعد ساعة قليلة من اعتماد وظهر للنتيج بشكل رسمي وأوضحت التربية والتعليم أن أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة في القاهرة والجيزة هي المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر وتضم ست مديريات علامة اقتباسا القاهرة الجيزة القليوبية المنوفية بني سويف الفيوم علامة اقتباس وأضافت أن رسمة للتظلمات على نتيجة للثانوية العامة هي مائتان جنيها عن كلمدة مشيرة إلى أن التظلم يجرى على مرحلتين الأولى من خلال بوابة تظلمات الثانوية العامة وبعد قبول التظلم يجرى التوجه لأماكن الاتلاع على صورة من كراسة الإجابة الخاصة بالمدة المتظلم بشأنها الطالب أماكن مكاتب للتظلمات على النتيجة للثانويات فيا لمحافظات طلاب لإسكاندريت، آلغربيت، مطروح، كفر للشيخ البحيرة، يمكن تقديم التظلمات للجنة النظام والمراقبة قطاع الإسكندرية وذلك في مدرسة المشير أحمد إسماعيل بشارع منشأ بجوار إستاذ الإسكندرية طلاب الدقهلية، الشرقية دمية التظلم في مدرسة المنصورة الثانوية بنين بشوارع أحمد ماهر علامة اقتباس للثانوية سابقة علامة اقتباسا بمدينة المنصورة توجد لجنة النظام والمراقبة قطاع المنصورة طلاب مديريات بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، شمال سيناء يمكن التظلم في لجنة النظام والمراقبة قطاع الإسماعيلية وذلك في المجمع التعليمي بمحافظة الإسماعيلية طلاب المنية، أسيوط، سهاج، الواديال جديد للتظلم في لجنة للنظم ولمراقبة قطاع أسيوط وذلك في مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بشارع عدلي بجوار هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، طلاب قنة، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر تقديم التظلمات في لجنة النظام والمراقبة قطاع قنة وذلك في مدرسة فاتمة للزهراء للثانوية بنات بحيال مصالح بجوار مستشف تظلمات نتيجة الثانوية العامة تفتح وزر التربية والتعليم والتعليم الفن الخميسة المقبلة باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة للعام الحالي حيث أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفن أن عملية التظلمات من نتيجة الثانوية العامة تبدأ يوم الخميس الموافق ثلاثة من أغسطس الحالي ولمدة 15 يوما على أن يكون التقديم الكاتيرونيا على موقع الوزارة وأتاحت وزارة للتربية والتعليم والتعليم آل فني رابط تظلمات الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك استعدادا لبدء تلقى تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتائجهم ويمكن الدخول على موقع تظلمات الثانوية العامة من خلال الضغط على الرابط الموضح في صندوق الوصف أسفل الفيديو لمعرفة الخطوات نقطة وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة جاء فيها بوابة تظلمات للثانوية العامة نقطة انتظر وناء قيلي سيتم الدخول باستخدام البريد الموحد لقبول التظلمات ويمكن الاطلاع على البريد الموحد للطالب من خلال زيارة موقع البريد الموحد من خلال الضغط على رابط أوفيس 365 الموض في الصندوق أيضا وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم لفني أن تطبيق نظام التظلمات يأتي في إطار حرص الوزارة على حصول كل طالب على حقه كاملا في الثانوية العامة كما تتضمن خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023 ما يلي دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة وتقدر بمبلغ 200 جنيه للمادة نقطة وأتاحة منافذ دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 من خلال منافذ الدفع الإلكتروني البريد المصري في ورقة إيجاي بأيسدد ضامن أمان مصاري بي ممكن تلقى موجة خالص موبيل أموال وملء البيانات المطلوبة وتحديد المواد المطلوب التظلم منه ثم تلقى رسالة بيوم وتاريخ التظلم والتوجه لمقر التقدير المركزي للطالب أو مع ولي الأمر بدون استحاب مدرس المادة مع ضرورة الالتزام بالموعد المحدد للأطلع لأن من يتخلف ليس من حقه للتقدم بطلب مرة أخرى وتقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي لك ولولي الأمر ثم الاطلاع على نسخة ضوئية من ورق الإجابة وكتابة